ماكريشكا هو المدير التقني السابق لنادي باير ميونيخ والمدير الرياضي السابق لأندية كبيرة في ألمانيا زي باير لفاركوزين، زي شتوتجارد، زي عدد كبير من الأندية يسمى في ألمانيا أنه مكتشف المواهب في باير ميونيخ تحديداً يدير حالياً أكبر وكالة لاعبين في العالم اسم الوكالة سي اي اي الرجل ده اللي بيديه الوكالة دي معه لعيبة زي مين على سبيل المثال وليس الحصر يعني إدوارد جامفينجا لاعب ريال مدريد، جاك جريليش لاعب منتشستر سيتي لوك شو لاعب منتشستر يونيتد، إبراهيمة كوناتي لاعب ليفربول وبينشيلول لاعب تشيلسي، وأنايس سيمون حارس المنتخب الأسباني وجوردون بيكفورد حارس المنتخب الإنجليزي ده بجانب مين؟ بجانب لاعبنا المصري الدولي أمر مرموش يا فندم مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة سعداء جداً بتوجدك معنا جزيلاً شكر لكم، أنا الذي أشكركم على هذه الدعوة الكريمة يعني قصة كبيرة وعظيمة وتاريخية في الدولة الألمانية وفي كرة القدم العالمية وبالتالي نحن أمام شخصية كبيرة ومهمة في تاريخ تحديداً باير ميونيخ كمان، وهبدأ بباير ميونيخ اللي قضيت معاه فترة عظيمة جداً وكثير من الأسماء واللعبين الكبار خرجوا من تحت يدك اكتشفتهم، ديتهم فرصة في باير ميونيخ احكينا عن هذه التجربة تحديداً في البداية ثم نسترسل في الحديث نعم، أعتقد أنني كان حظي سعيداً وقد عادني الحظ أن أدرب وأن أكتشف الكثير من واحد في نادي بارموك كما ذكرت أعتقد أنه في هذه المرحلة كثير من اللعبين مثل ماير لندوفسكي وغيرهم ولكنني أستطيع أن أقول أنني اكتشفت أيضاً كثير من اللعبين الناشئين الذين عملت على تطويرهم وتطوير أدائهم واكتشفتهم من ضمن المشاهدين والذين كانت تردودنا عن نادي وستطعت تدربهم ليلتحقوا بالنادي في مصر هنا كثير من الجمهور تعشق باير ميونيخ وتحب تعرف أبرز هذه الأسماء منك الأسماء اللي طلعت من عندك أو من تحت إيدك في باير ميونيخ زي مين أعتقد أن باير ميونيشن كما تعلمون أنه واحد من أكبر الأندية وهو مؤسس من دوسطرة طويلة وبالتالي هناك عدد كبير جداً من الأسماء التي تعجز فرانس بيكين باور على ميلر منذ سنوات طويلة التحق هذه اللعبين بالنادي وقدم مموارات ولوتر ماتا لويس شتيفان أفنبرغ وزيك ماير أيضاً وليفاركان ليفاندوفسكي أعتقد أن العدد كبير جداً ويعجز حالياً ذاكرتي شباينشتايجر أعتقد أن هذا النادي قدم مهارات كروية عجزت الأندية الأخرى عن تقدمها سواء في أوروبا أو في ألمانيا كانت ليك علاقة عظيمة جداً كانت أستطيع أن أقول أن هذا النادي هو معجزة حقيقية في عالم الكرة كان ليك علاقة عظيمة جداً مع بيب جورديولا أثناء تدريبه لبير ميونيخ أحكينا عن هذه العلاقة العظيمة لدي الكثير من الاتصالات مع سايا جورديولا حتى اليوم تحديداً هناك اتصالات وكان له بعض المبارات التي أداها في إسطنبول واستطاع كسب عدد كبير من المباريات وهو ما إحاز ثقة الكثيرين من بينهم أنا على سبيل المثال أستطيع أن أكون علاقاتي به بيب جورديولا العلاقة وطيدة وأعتقد أنه رجل عبقري بالمعنى الحقيقي ولا أعتقد أنه عبقرية في المجال الكرة فقط ولكنه على المستوى الشخصي أيضاً وعلى المستوى الإنساني هو شخصية عبقرية وإنسان متعاون إلى أقصى الحدود هل وقتها وقت رحيل بيب جورديولا عن بير ميونيخ طلب منك أن يكون خليفته في بير ميونيخ هو تخل المدير الفني الحالي لبير ميونيخ أعتقد أنه لدي علاقة قوية جداً به ولكن لا نستطيع أن أقول الأمور قد مضت هذه الطريقة لأن الأمور تقضع لكثير من الترتيبات داخل النادي وبعض الإجراءات والإدارية وغيرها وبالتالي لا أستطيع أن أقول الأمور مضت على هذا النحو بالتحديد وقتما كان بيب جورديولا يدرب بير ميونيخ كان فيه كثير من الجماهير حول العالم جماهير بير ميونيخ بتقول أنه بيب جورديولا أسلوبه لا يناسب أسلوب بير ميونيخ كنت تسمع هذه الأقويل وما كان رأيك فيها في الفترة التي كان يدرب فيها جورديولا في نادي بير ميونيخ لا أستطيع أن أقول أن النادي قد أدى مباريات عظيمة بل مباريات رائعة لم يؤديها على تاريخه وبالتالي فإن أداء السيد جورديولا في نادي بير ميونيخ كان أداء عظيما وباهرا ولا أستطيع أحد أن يطعن عليه بأي شكل من الأشكال وكان التعاون جيدا من ناحية اللعبين والطاقم الفني كانت مرحلة نستطيع أن أقول عنها أن بير ميونيخ كان في أروع حالاته وكان في أعظم حالاته على مستوى دوري الألماني وبالتالي في هذه المقولات يجنبها الصواب وليست حقيقية وبالتالي هذه المقولة التي ذكرت لا تنسب الواقع تماما وعريعا من الصحة تماما بالمناسبة لماذا في رأيك يتراجع كثيرا بير ميونيخ في المستوى في الدول الألماني هذا الموسم أعتقد أن نادي بير ليفر كوزن كان نادي قوي ويتمتع بعدد قوي وعدد محترم وعدد كبير من اللعبين الذين يؤدون أداء جيدا وأعتقد أن من ناحية المبدئية أن هذه سمة الأندية في كرة القدم أن فيها أبس أنداوس أو فيها بعض لحظات القوة لحظات الضعف فهذه ليست حالة مستغربة ولا هيك أنها حالة عادية في جميع الأندية وبالتالي وبالتبعية هبقى محتاجة أسألك عن تجربة شابة ألونسو مع بير ليفر كوزن تجربة شابة ألونسو كمدير فني في الدول الألمانية أعتقد أنه له كارير قوي وكارير بخم جدا وتاريخ عريق في هذا المجال وبالتالي لا يستطيع أنا أو غيري أن في ليفر بول أو بار منشن أو في مدريد فقد أعتقد أنه أنني على يقين من أن الرجل سيؤدي أداء جيدا وأداء بارعا لأن تاريخه يشهد بذلك لأنه قام بمباريات دولية كبيرة وقام بأداء مباريات كثيرة على مستوى تدريب وعلى مستوى التدريب الفني وعلى مستوى الترتيب بابين اللعبين لا أستطيع إلا أن أقول أنه رجل ممتاز وسوف يؤدي مهمة طيب نعم فرصة وأنت معي أسألك كمان عن لعبنا المصري الدولي عمر مرموش وهم يقدموا مع فريقه أنترخت فرانكفورت في الدولي الألماني رأيك إيه؟ عمر لاعب رائع ممتاز لم أرى مثله في الأوانات الأخيرة أعتقد أنه من أفضل المهاجمين في البونتس بيجا وأعتقد أنه سد دراميات قوية وحقق أهداف رائعة هو رائع لاعب ممتاز أعتقد أنه من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا يلعب بشكل معجز أو بشكل إعجازي إن صح لنا أن أقول في جميع المباريات التي قضاها بالرغم من الفترة الفترة القصيرة التي قضاها في هذا النادي أو في الأندية السابقة التي لعبها درخ ألمانيا أعتقد أنه أدى مباريات على مستوى عالي جدا من روعة وأنا ببحث عن عملك الآن قرأت أنك مسؤول عن إحدى شركات تسويق اللاعبين يعني تدير أكثر من اللاعب موجود في كل العالم ومنهم عمر مرموش هل هذا صحيح؟ هذه المعلومة الصحيحة C.I. Estela هذه اسم المؤسسة أو الوكالة الرياضية التي تتقوم بتسويق اللاعبين وهي لا هديها روابط وصلات بجميع الأندية العالمية وجميع اللاعبين أما فيما يتصل بسيد عمر مرموش فأعتقد أننا لدينا أخباراً ولدينا خططاً جيدة الرجل قدم مباريات ممتازة في الفترة السابقة وأعتقد أنه ينتظر مستقبل البشر أعذرني هطيل في هذه الجزئية تحديداً لأنه بطبيعة الحال عمر مرموش واحد من أهم اللاعبين المصريين ونحب نتطمن عليه وعلى مستقبله كثير من الأنباء بعد كأس الأمر الأفريقية الأخيرة تحدثت عن عروض إنجليزية لعمر مرموش هل عمر مرموش فعل يتلقى عروض من الدولة الإنجليزية في الوقت الحالي؟ عمر مرموش حالياً لديه سوق عالمي مفتوح وبالتالي لا تستطيع أن تستبعد أنه يتلقى عروضاً من كل دول العالم هذه مسألة ليست غريبة ومسألة يجب أن نتوقعها جميعاً لأنه مستوى أدائي في المباريات واسمها الذي صار قوياً كالعملة الزهبية والطاقة التي يتمتع بها داخل البلعب تسويغه لتلقي مثل هذه العروض وبالتالي فلا نستغرب أن يتلقى واعتقد أنه يحظى بحب جارف داخل نادي فرانكفورت إن تلقى فرانكفورت وبالتالي فهذه العروض هي مسألة غير مستبعدة ولا نستبعد أنه يتلقى هذه العروض ليس دخل لاخد ألمانيا فقط ولكن من جميع أنحاء القارة الأوروبية تعرض عليه عروضاً للإنتقال إليها طيب عمر مرموش من وجهة نظرك وأنت اسم كبير في تاريخ كرة القدم العالمية والألمانية بالتحديد يشبه مين عمر مرموش من لعبين ألمان تاريخيين يعني أعتقد أن عمر مرموش لديه نمط متميز تماماً لديه عيناه ثقبتان في جميع الحائل الملعب أعتقد أن أكون لك بكل صراحة أن عمر مرموش لا أستطيع أن أضعه في موضع المقارنة مع شخص آخر أو لعب ألماني لكن عمر مرموش هو عمر مرموش هو شخص هو لاعب رائع لاعب ممتاز لا يمكن وضعه في موضع المقارنة حتى مع اللعبين الألمان عظيم جداً أثناء عملك في أي من الأندال الألمانية وتحديداً في باير ميونيخ هل طلبت أو رشحت في أي وقت من الأوقات أن يكون محمد صلاح لاعباً في نادي مثل نادي باير ميونيخ بالطبع أنت تعرف أن محمد صلاح كان دائماً موضع كلام لدينا وهو معجزة حقيقية والكلام لم ينقطع عنه في أي وقت من الأوقات وكنا جميعاً نريد الحصول واكتساب عمر محمد صلاح للعمل لصالحنا ولكن أعتقد أن صلاح هو بطل قومي في نادي ليفر بول هو أسطورة يمكن أن نقول أنه أسطورة داخل النادي الذي يلعب فيه وبالتالي من الصعوبة جداً ولكن محمد صلاح أعتقد أن كل شخص في بيونيخ وكل شخص داخل ألمانيا وكل شخص داخل أوروبا يعرف قيمة محمد صلاح القوية ويرغب في اكتتابه وانتقاله لنا ولكن أتعلم أنها مسألة معقدة وخضاء الاعتبارات عديدة واحد من اللاعبين المهمين جداً في كرة القدم العالمية هو جاك جريلش واحد من أفضل لعبي منشستر سيتي الموسم الماضي وهو أيضاً في الوكالة التي تعمل في إدارتها هل جاك جريلش مستقبله مستمر مع منشستر سيتي أم خطوة جديدة في الصيف كما قالت الصحافة الإنجليزية أعتقد أن جريلش يلعب فيه واحد من أهم الأندية وأروع الأندية الموجودة حالياً ولكن لا أستطيع أعتقد أن أقول أعتقد أنه يحظى بمكانة جيدة داخل هذا النادي الذي يلعب ولكن في كرة القدم أتعلم لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث غداً ما الذي قد يحدث الأسبوع القدم عالم في عالم كرة القدم عالم مليء بالمفاجآت وبالتالي لا أستطيع أحد أن يقول من يمكنه الانتقال ولكن حالياً ما أستطيع أن أقوله هو المستوى الحالي الذي يلعب به هذا اللاعب ويلعب يؤدي أداء رائعاً هذا ما أستطيع أن أقوله الآن بوقت الرحيل بيب جورديولا عن باير ميونيك هل فعلاً طلب وجودك معه في منشستر سيتي؟ بالطبع هذه المعلومة صحيحة كانت هناك مطالبات بالبقاء والتواجد لأننا نعرف بعضنا معرفة جيدة نعرف طريقة اللعب نعرف طريقة الأفكار وبالتالي كان التعاون بيننا رائعاً وكان هذا هو السبب الأساسي الذي طلب مني البقاء إلى جواري مايك ريش كان مدير الرياضي السابق لنادي باير ميونيك وكسير من الأندية الألمانية ومدير الشركة التسوقية الخاصة بوكالة اللاعبين المنتمي لها لعبنا المصري الدولي عمر برموش أنا أشكراً شكراً جزيلاً على هذا الحوار عبر زوم